معينا النهاردة عظيفة مميزة جداً ريم البساطي أول مدربة مصرية تدرب المتخب الأمريكي في السباحة الإقعية كمان بيستشرها كتير قوي من المتخبات العالمية في الرياضة دي خلينا نعرف أكتر عن رحلتها ونرحب بيها إزاي كريم؟ إزاي كل أخبار؟ إزاي كريم عملا إيه؟ أخبارك إيه؟ طبعاً أنت من ورنا في البداية في ناس كتير جداً يعني بتستهن بالسباحة في الأول دي تمرين للأطفال يعني تمرين السباحة حكينا فايدة السباحة إيه للإنسان كمان منذ الصغر؟ يعني هي السباحة من أحلى وأفضل الرياضات اللي ممكن أي حد صغير بنت أو ولد أو حتى مش صغير يبتدي بيها لأنها بنفشل أو بتساعد في كل حاجة في حياتنا كرياضة كمان هي حاجة كويسة أن كل حد يبقى عارف على أقل إزاي عم في المية فهي لها طبعاً بنفد كتير قوي كسباحة فقط السباحة التوقعية حاجة أحلى كمان بس السباحة نفسها يعني أنا أقول لكل حد مفروض يتعلم حتى حرف عرفين أكتر عن السباحة الإقاعية السباحة الإقاعية هي رياضة بتجمع ما بين السباحة اللياقة المرونة والفن هي عبارة عن فن في المية بمزيكة يعني رأسه بلية وجمناستيكس بس في نفس الوقت هي بتتطلب قوة كتير قوي ومرونة كتير قوي فهي رياضة مختلفة يونيك وخطيرة طيب عايزين نعرف بقى رحلتك كانت إيه؟ يعني أنت ما شاء الله نموذج من النماذج المصرية المشارفة اللي وصلتي لبرا وكنت مدربة طبعاً في أمريكا كل الناس تعرف ده دلوقتي معنا احكيلي كده الرياضة دي ضافت لك إيه؟ أو رحلتك كمان كانت إيه في السباح الإقاعي؟ رحلتك الطويلة ولسه مكملة ابتديت وانا عندي سبع سنين ومن ساعة ما ابتديت لحد دلوقتي ولسه مكملة طبعاً الرياضة دي أضافت لي كل حاجة في حياتي من ناحية اللي أنا تعلمته من سن صغير قوي أن أنا أعتمد على نفسي أن أنا أبقى مية في المية الحاجة اللي أنا أعملها أن أنا أبقى عندي أهداف وأقول أنا همشي وراء الأهداف دي وأعمل إيه عشان أمشي وراء الأهداف دي من ناحية كمان الثقة في النفس مع أن رياضتنا يعني في المية وبقوة بنات الموضوع مش سهل طول الوقت أن نبقى إحنا حاسين أن احنا يعني الثقة جاية كده عادي بس دي برضو حاجة من الحاجات الرياضة بتدفع عايزين نعرف دور أهلك في الحاجة اللي أنت حققتي كان كل حاجة بالنسبالي طبعا أنا كنت في المدرسة مشوار طويل التمريب كل يوم تنشحين طبعا أربعة ونص الصبح نسح عشان نروح والمنتخب ونخلص ونطلع عن مدرسة مبلولين وراح تنكلور لا أمامتي بالنسبالي وناس كتيرة من عائلتي كانوا سبورتف جدا إنه لو أنت عايزة حاجة تتحقق إيها في الرياضة دي لازم تكملي وتنسي كل حاجة تاني فرقا في كل حاجة لأن حسيت أنه ما فيش حاجة أنا ما قدرش أعملها فلو أنا أقدر أكمل سنتين وأنا بعمل كده في المدرسة هعرف أعمل كده في الجامعة ولو عارف أعمله في مصر هعمله برا ولو عارف أعمله برا هعمله على لفل أوليمبي ولو عارف أعمله على لفل أوليمبي هعمله كمدربة فالبداية دي ساعدتني أكمل مشوار طويل ولسه أكملها فيه من السبورت ده الأهلك اللي شجعوك على الرياضة دي ولا أنت حبيتيها وأقناطيها أنا حبيتها أول ما شفت بنات كده قاعدة بتلف في المياه وشكلهم قوي وشكلهم حلو وشكلهم جريسفل فأول ما شفت طبعا أنا تشديت جدا الموضوع بس في نفس الوقت مامتي كانت طبعا كانت هي الظهر ساپورت ليكي طبعا أكيد مهم جدا ده أكيد طيب من لاعبة مصرية محترفة لبعد كده أولمبية وبعد كده وصلتي للعالمية وكنت مدربة أمريكية وخلينا نتفق إن دي مش حاجة هينة ولا حاجة سهلة حكي لنا النطة دي أو القفزة دي كانت إزاي طيب هحاول أرجع وورا بسرعة أنا مشيت من مصر وأنا عندي 17 سنة قلت أرادة وصلت مع منتخب مصر كذا بطولة عالم وأول ألمبييات اللي كده في 2008 بيجين لما مشيت ورحت أمريكا كملت الرياضة هناك أربع سنين فكت لعبة رحتي تلعبي حاجة ولا أنت سافرتي للظروف لا هم يعني هما كلموني استدهوني علشان أروح ألعب في الجامعة بتاعتهم وفي نفس الوقت كنت بلعب ما بين مصر يعني بلعب لمصر باسم مصر على ظاهري وبلعب باسم اليونورسيتي اللي أنا فيها في أمريكا